تتواصل الجهود المشتركة بين الجهات المعنية في المملكة للوقوف أمام من تسول له نفسه في هدم البيئة البحرية ومخالفة قوانين الصيد الخبراء والمعنيون بشؤون البيئة والعاملون في مجال الصيد البحري يؤكدون على نجاعة الإجراءات الحكومية الهدفة إلى الحفاظ على البيئة والثروة البحرية في المملكة والمتمثلة في القرار رقم 205 لسنة 2018 بشأن حظر الصيد البحري بواسطة شباك الجر القاعي الكراف وما بدأ يحققه من نتائج إيجابية لصالح البيئة والثروة البحرية استخدام شباك الجر القاعي الكراف يساهم وبشكل كبير في تدمير البيئة البحرية مثل الشعب المرجانية والزعنفيات وبالأخص السلاح في الخضراء وهي أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض كما يساهم في استنزاف الأسماك الصغيرة وبيوض الأسماك في قاع البحر وهو ما يؤثر بشكل مباشر على وفرة المحصول السمكي سواء من حيث الكمية أو النوعية ومن هنا جاءت الجهود لمنع استخدام الكراف قبل سنوات وقد تم طرح ذلك من خلال عدد من الورش والمحاضرات ضمن دراسة مؤشرات الحفاظ على البيئة البحرية في البحرين والتي أشرفت عليها الأمم المتحدة وتم تبنيها من قبل المجلس الأعلى للبيئة ترجمة نانسي قنقر